اشتركوا في القناة جراء الاجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية واكد المجلس على قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الاضرار وصرف التعويضات واكد مجلس الوزراء على اهمية اعادة الاوضاع المتعارف عليها لاجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية الى الحدود القطرية الاماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية الى الحدود البحرينية السعودية واستنادا لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين اشار مجلس الوزراء الى اهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول الى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك واشاد مجلس الوزراء بمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفالات مملكة البحرين باعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يشكله من منطلق نحو تعزيز الجهود الحكومية لمواصلة مزهيرة التطوير والتحديث لما فيه خير ونماء الوطن وصالح المواطنين ووجه من جسر وزراء الشكر والتقدير لكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لما ابدوه من مشاعر وتمنيات بهذه المناسبة العزيزة وثمن مجلس الوزراء عاليا مبادرة جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه باخذ جلالته للتطعيم ضد فيروس كورونا والبدء بالحملة الوطنية للتطعيم وفي هذا الاطار هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصدور الامر الملكي السامي باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي والذي يعكس تقديرا ملكيا ساميا لجهود سموه المخلصة واعتزازا كبيرا بالدور الهام لجميع الكوادر التي تسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة ورحب مجلس الوزراء بزيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية حيث أكد المجلس على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ومواطنيهما وأهمية مواصلة تطويرها على كافة المستويات بما يحقق التطلعات المشتركة وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتصدي لفيروس كورونا منوها سموه بأن الخطر لا يزال موجودا والحذر في هذه الفترة مطلوب بحيث لا يتحول التراخي والارتياح بالأوضاع إلى التساهل الذي يعرض المجتمع للخطر في الفترة المتبقية من مواجهة الفيروس وقد اطلع مجلس الوزراء على آخر التطورات بخصوص السلالة الجديدة من الفيروس إذ تشير التقارير الطبية والعلمية إلى تجاوب هذه السلالة مع اللقاحات المتوفرة وعليه فقد أكد المجلس على أهمية متابعة التطورات لهذه السلالة من جميع النواحي الطبية والعلمية وفق تنسيق مسبق لاتخاذ الإجراءات المناسبة كما أشاد المجلس بإقبال المواطنين والمقيمين على الحملة الوطنية للتطعيم والتي وصلت لأكثر من 12 ألف شخص أتموا عملية التطعيم وحث المجلس الجميع بالمبادرة لأخذ التطعيم من أجل سلامة المجتمع واستمرار نجاح الخطط الوطنية الموضوعة لتصديل الفيروس بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف سرايا المختار كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن المملكة ودول العالم مشيدا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل للتصديل تنظيمات الإرهابية ومحاربة التطرف ورحب مجلس الوزراء بتنفيذ اتفاقية الرياض من قبل الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة تضم مكونات الطيف اليمني وفي هذا الخصوص أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق بعدها رحب المجلس برفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب بشكل رسبي ونهائي معربا المجلس عن تمنياته بأن تعزز هذه الخطوة مكانة البلد الشقيق على الصعيد الدولي وتمكنه من الاطلاع بدوره الفاعل على المستوى العربي والإفريقي بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر أولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية 2019-2022 والبرامج الجديدة المقترحة في نسخته الثالثة المحدثة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 برنامجا من أصل 36 برنامج والبرامج المتبقية في طريق التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد لها كما تمت إضافة 18 برنامجا جديدا في الإطار المحدث بحسب الأهداف المنبثقة عن برنامج الحكومة للفترة ذاتها وفقا للأهمية وبعد مراجعة الأولويات وفق مستجدات المرحلات القادمة اثنان مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية بشأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية حول لجنة التحقيق البرلمانية ثلاثة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية وتوازن المالي بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بهدف طرح العديد من خيارات الدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفور بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء بما يصهم في رفع نسبة التحول الإلكتروني عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي أربعة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية وتوازن المالي بشأن إنشاء مختبر تعليمي متطور للذكاء الاصطناعي في جامعة البحرين تعزيزا لمسيرة التعليم والتطوير خمسة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على ستة اقتراحات برغبة من مجلس النواب ثانيا استعرض المجلس الموضوع التالي واحد مذكرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2020 وبحسب البيانات الأولية للربع الثالث من العام 2020 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بالأسعار ثابتة مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 وبنسبة 6.8% بالأسعار الجارية كما شهدت عدد من المؤشرات الحكومية الاقتصادية نمواً إيجابياً في نفس الفترة ما يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتعامل مع تداعية فيروس كورونا كوفيد-19 وتعزيز التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر